بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط اليوم بنحل مع بعض تقويم الدرس الثالث عشر اللي هو كان بعنوان الحوار وأهميته طيب بيجينا أول سؤال يا أولاد سؤال أكمل بس المرة دي حطت لنا الكلمات فوق وإحنا هنختار من الكلمات داية اللي بيناسب كل جملة سؤال رقم واحد يكمل الطلبة الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة حطت لنا الاتصال والآخر وزكاءه معرفته الإنعزال بدأ يبدأ لنا بالجملة هو بيقول يقدم الحوار خدمة مهمة للإنسان لزيادة نقطة الأشياء يبدأ لزيادة إيه طبعا هنختار كلمة معرفته بالأشياء طيب وفهم الرأي الإيه الآخر أحسنتم يبدأ هنختار كلمة الآخر وتحقيق نقطة بالآخرين يبدأ هنختار كلمة الاتصال بالآخرين طيب ننتقل بعد كده إلى السؤال الثاني طبعا كله يتابعني صفحة 99 شباب ويركز معايا كيف يكون الحوار وسيلة اتصال ناجحة في رأيك؟ هتكتب تقول إيه؟ يكون الحوار وسيلة اتصال ناجحة عندما يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ومعرفة الآراء المتعلقة بها ويعكس ذلك الواقع الحضاري للأمة خلاص يا شباب؟ ظن سهلة وبسيطة جدا لم ييقولك إزاي الحوار بيكون وسيلة اتصال ناجحة؟ لما نتعاون كلنا علشان نعرف حقيقة نوصل لمعلومة خلاص؟ نعرف العراء المتعلقة حولين قضية ما بالتالي هيعكس الواقع الحضاري للأمة ويكون الحوار ناجح سؤال رقم ثلاثة بيقول لماذا نعتني بالحوار؟ ليه إحنا بنعتني بالحوار؟ طب ما إحنا ممكن الحوار ده ما ندلوش أهمية ليه إحنا بنعتني بالحوار؟ قالك بنعتني بالحوار وذلك لأنه يساعد على فتح قنوات للتواصل من عجل تحقيق المعرفة والوعي صعبة؟ أظن رغاية كده الوقتي كده سهل وجميل جدا ونيجي لسؤال الرابع وده سؤال سهل وبسيط خلاص بيقولك للحوار سمات متعددة فما هي؟ طبعا إحنا درسنا قبل كده ما يقرب من 8 أو 9 فوائد للحوار فمن سمات متعددة للحوار هتكتب معرفة الحقيقة فهم الأراء الأخرى الوعي بالموضوع تقديم الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر خلاص كل دي حاجات بالإضافة ممكن تفتن معرفة أشياء جديدة إظهار الجانب المشرق للوطن كل دي أشياء إحنا نرسناها وممكن نختار منها ونجاوب وبكده نكون حلينا تقويم الدرس الثالث عشر أتمنى لكم التوفيق والنجاح بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر